بورد الدلو. ابشر تدخل الهي من فوق سبع سماوات في فرحة ونجاح واغبار سعيدة واتصال مفرح لك بفضل الله تعالى. نبدأ بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا رب تكونوا كويسين. وبخير يسعد الله اوقاتكم حبايا بقلبي. ان شاء الله كراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لموليد بورد الدلو. صلي على النبي علي فضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كلها نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. صورة الزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله بعد الكراءة هنشوف رسالتك بتقول لك ايه يا موليد بورد الدول. الدلو. فضلا وليس امرا. ادعم الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك فيها القناة فتشترك في القناة فعل زر الدرس ليصل كل جديد. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. في هنا شاف ان دي لك دعم من اشخاص اه جديدة انت تعرف عليهم. شاف هنا ان انت انفصلت او ابعدت عن اشخاص خنوك او خزلوك او قسروا بخاطرك. هذا الاشخاص انت ابعدت عنهم او هكذا. شاف هنا اه الشريك من ناحيتك في كركبة. يعني الشريك عندك وضعه مكركب. يعني في امور منعكسة. شاف هنا في موضوع هنا انت مدايقك. او عامل لك توتر. او عامل لك حيرة. يعني شاف في موضوع عندك هنا مدايقك. اعمل لك حيرة. بسم الله الكاشف شاف الموضوع دي. يعني اه كان علاقة او حادة. شاف هنا انت منتظر تغيير. شاف هنا في ناس كتيرة جدا ضدك. يا بردت دالة. وفي ناس كتيرة جدا ضدك. ومستنين سكوتك. يعني مستنين يوجعوك. يعني شاف انا هم حابين يوجعوك في مشاكل. وبيوجعوك برضو في مشاكل. حدد مصيرك. حدد مصيرك. انا شاف فيه علاقة هنا. يعني شفيه علاقة بسم الله الكاشف. او مصلاة على سيدنا محمد. دايما يعني هنا العلاقة دايما انت بتعافر معها. وهو متمرش اللي انت عملت معه. انت تعبش جدا معه. اه عملت كتيرة حددات جديدة. كتيرة جدا يعني في حياته. بس يعني شاف امور واقفة عندك. يعني شاف هنا لسانك يعني دايما بيوجعك يا دالو في مشاكل. دايما لسانك بيخسرك في حددات كتيرة جدا. شاف هنا كمان بسم الله الكاشف في راحة. راحة واستقرار. يعني مع الشخص اللي انت بتفكر فيه حاليا. ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون عندك استقرار. هنا في كلام بينكم وبين برد. آآ الصوار. شاف هنا بس يعني غير من نفسك. فيه شاف الله ما صلى الله سيدنا محمد. شاف هنا فيه كلام غلط. يعني بتقوله آآ لسانك بيدايق ناس كتيرة جدا من حواليك. هنا في شخص هنا في حد في حد عايز يوجعك يا بردت دالو في مشكلة كبيرة. فخلي بالك. خلي بالك. بس ان شاء الله ربنا يخردك من الحمل اللي انت شايل وبردت دالو. ان شاء الله ربنا يخردك من هذا. شاف هنا بسم الله الكاشف. الله ما صلى الله سيدنا محمد. فيه طاقة. شاف فيه طاقة تغيير. شاف فيه طاقة تغيير وفيه راحة. يعني بعد التعب اللي انت شفتوه. شاف هنا فيه خير دايلك. بسم الله الكاشف. شاف فيه آآ خير وريزك طال انتظاره. ايه? انا شاف بس يا انت ليه دايما قلبكم مكسور. ما فيش استقرار في حياتك. آآ آآ انا حاول تستمر على تحقيق هدفك. شاف هنا فيه كمان تغيرات حلوة. آآ يعني هتحصل عليها الايام اللي دايب. بس ابع لان التشتت. ويبعد دعم انا ما تاخدش قرار الا بعد تفكير. ما يعني ما تديش حد امانك او سرك. شاف هنا فيه تغيرات حلوة. بسم الله الكاشف. يعني شاف اللهم صلى الله سيدنا محمد. فيه شخص بيفكر فيك. آآ شخص عمال يفكر فيك. شافه انت في مكان عايز تروحه. في مكان عايز تتنجلي او عايز تروحه. هتروح وما تجلك شي. بسم الله الكاشف. بس الحجد والغن. تقول لي في حياة الاخرين. ركز على هدفك. وركز على حلمك. عشان انت مظلوم من ناس كتيرة جدا. مظلوم من اشخاص مقربين لقلبك وحياتك. شاف هنا. انت فيه اشخاص بتفكر فيهم يا دايما. بسم الله الكاشف. يعني هنا فيه وراق هم. شاف انه وراق هم محيري. بسم الله الكاشف. فيه بس لم شمل مع ناس مقربين على قلبك. فيه راحة. بس انت فيه ضغط نفسي. تعبان. شاف ان انت بتفكر تهرب من الواقع اللي انت فيه. تهدئ. وهدى عصابك الايام دي. شاف هنا فيه كمان استيقاظ بالامور. يعني بلك مشغول به. شاف هنا فيه كزا علاقة في حياتك. اه كزا موضوع في حياتك. يعني كزا حادي مخنجاك او مضيجاك في حياتك. يعني بسبب عرقيل في حياتك او بسبب كلام كتير. يعني شاف فيه حدى يعني هدى عصابك. عشان الايام اللي داية مش ناقص اللي انت فيك امكفيك. فانت مش محتاد ضغط. مش محتاد تسمع كلام يزعلك او يسعدك او يتعبك او يضايقك. فانت خليك امشي في الطريق الصحيح بسم الله الكاشف. شاف هنا في حد اه الحد يعني ممكن يكون اه حرف الميم منه. يا ريت خلي بالك منه. خلي بالك منه. عشان شايف الشخص ده. خلي بالك منه. عشان حابب يوجعك في ازة كسير او يوجعك في تعب او في مشاكل فخلي بالك منه. شاف ان انت عليك هنا اه في حدات عمل تشتغل عليها او عمل تعملها. في هدف خطه في دماغك. في حادة كتيرة خططها في دماغك وبتسع عليها. هي دي اللي هتحقق لك هدفك. ان شاء الله. اسعف الشيء اللي في دماغك اللي عايز تحققه. في حلم دايما بيتردد معاك. اه بتحلامه اكتر من مرة. حلم بيتردد معاك وبتحلامه اكتر من مرة. بسم الله الكاشف. طيب عايزك هنا توازن الامور وتحسب امورك بشكل مختلف علشان تخاطر ما تزعلش ناس منك. وهدي نفسك كويس من العصبية اللي انت فيها اليوم دول. عشان العصبية دي بتحاول تستفزك. ويتطلع كل الطاقة اللي جواك. تريد تهدي نفسك. عندك عقابات كتيرة موجودة في حياتك انت مش مرتاح. فشاف الفترة اللي دايب بسبب نداحة المشروع اللي انت هتسعى فيه. بسبب تغيراتها تحصل في حياتك. بازن الله هيكون عندك دعا هيكون عندك راحة. لكن التفكير هو اللي تعبك. مواضيع كتيرة شغلة بالك. وعندك وسواس. تعبك نفسية. يعني الوسواس دايما بيخليك تشك في اي حادة. وخليك تفكر في حيات كتيرة مش مودودة. بسم الله الكشفة خليش حادة تدائجك. طلع نفسك من اللي انت فيه. طلع نفسك اخرض الطاقة السلبية اللي في حياتك. انا شاف عندما عندك بعض العكسات يعني عندك بعض العكسات لكن في عندك خروض من الاشياء اللي انت فيها دية. يعني روك بالك وهيكون بالك رايك. يعني شاف رواجان. ويعني شاف هتعدل مشاكل السلبية اللي مسيطرة على حياتك. يعني شاف ان انت مطلق بقى. اه تعبان او مخنوق او في عرقيل جدامك او ما فيش حدا مكتملة معاك. هتعدل مشاكل السلبية اللي مسيطرة على حياتك. يعني شافك مطلق بقى. اه جدان. بسم الله الكشف بس. انت بس ادمن فيك انت طموح. يعني طموحاتك عالية. اه دايما بتحاول تحقق طموحاتك. ان شاء الله بازن الله كل اللي ببالك هيتحقق. يعني شاف ان انت هنا قريب من ربطنا جدا. بس دايما بقول لك العيون مش سايباكم في حالكم. الحسد مش سايبكم. عندك طاقة فرق. وطاقة حب. هتعود لحياتك مع استقرار. حلو بازن الله تعالي. اخلص من هذا الحسد اللي عندك. اللهم اصلا على سيدنا. وكتم اسرارك. لا ليس تقول لما يكون في قلبك او في عقلك على لسانك. بسم الله الكاشف. يعني شاف هنا امور كتيرة انت مش راضى عنه. لكن لا ايام اللي دايه هيكون عندك انفرادات حلوة. يعني مع دعم هيحصل في حياتك. اه بس هد اعصابك. هد اعصابك على كد ما تقدر. بسم الله الكاشف. ارض بيتك هنا فيها مشاكل او فيها حيرة او فيها مشاكل او في في خروض من السدن اللي انت فيه. في خروض من السدن اللي انت فيه. بسم الله الكاشف. الله اصلا على سيدنا محمد. شايف فيه سحر في البيت. شايف سحر في البيت عملكم مشاكل عملكم حيرة. عملكم ضغطات. حاول تتعالض من هذا السحر احبابة في الله. وان شاء الله اقول لكم اخر الفيديو بازن الله. شايف هنا فيه حياتها تخرج منها. شايفنا في طقة حب. شايف في طقة حب. يعني في حياة. هتخلص منها. بسم الله الكاشر. شايفنا في حادة مسروجة منك يا برددل. في حادة مسروجة منك ذهب او مال اتخذ منك قصبا عنك او حد نصب عليك او حد راحت منك كثيرة يا برددل. شايف برضو هنا حد بيحاول فوقك من المشكلة اللي انت هتوجع نفسك فيها. في حد بيقول لك فوق انت ماشي في طريق غلط. حد هي فوقك من اللي انت فيه. من الهم اللي انت شايف في حياتك. في حد هيقى في ذنبك. او حد وقف معاك بيدعمك في طريق الخير بس انت اللي ما بتسمعش. ما بتسمعش لحد ولا مد اهتمامك لحد. شايف انا عندك مفردات حلوة. عندك تغيرات. يعني بس اه دايما مضغوط وتعبان نفسيتك اليوم من دولة مش مستحملة. شايف تتفتح لك ببن كثيرة جدا في حياتك ما تقلقش. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شايف ان انت هتتغير. انا شاف طريق حلو قدامك. شايف يعني طريق حلو. الطريق ده هيكون نهايته جبر وخير لحياتك. يعني شاف انت منتظر ايام حلوة. اه منتظر خبر تسمعه. يعني بس دايما قلت لك الصداع والنغزات اللي في دسمك والتعب والضيقة والخنجة والاكتئاب. هذا من السحر والحساد. بس في طاقات حلوة. طاقات حلوة ديالك. عايزك تبعد عن اي طاقات سلبية. بسم الله هالكاشف. في هنا. شايف برضو. الله مصدر لسيدنا محمد. في حد ظلمك انت فوضت امرك لله. لكن برضو مش سايبك في حالك. ظلمك واكل مالك واكل حقك. وبرضو مش سايبك في حالك. وبيتكلم عليك. انت بتقول طيب هو عايز من ايه. كل حالة في حياتي خدهة. ما تقلقش. انت عشان هتثبت وجودك لأيام اليداية. واحد. حقق بعض الاهداف اللي عندك هتكتشف برضو اشخاص خينيين. وهتكتشف برضو كلام كتير جدا سلبي في حياتك. فما تقلقش. ما تقلقش. احزر اه من الاستغلال ومن الناس اللي هتستغل لك. عشان انت مفرداتك هتكون حلوة. هتسد بعض الضيون اللي عندك وهتفرح ناس ليك. عشان انت اللي في ايدك مش ليك. في خصام ما بينك ما وبين حد هينتهي. او مشاكل ما بينك ما وبين حد رح تنتهي. خفف من طاقتك. اه خفف من امورك. ابعد عن الطاقات السلبية. ابعد عن الحيرة. ابعد عن المشاكل. لان هنا في انفراجات مالية بفضل الله تعالوا. ويكون في تغير جزري. بفضل الله. وشاف هنا من كم من بتطلب بكل مستحقاتك القديمة. شاف في انتصارات قانونية في المحاكم وتحقق امنيات. شاف هنا امتلاك شيء جديد. وسيقة عقول اه شاف بداية هتعلي شأنك. وشاف في شخص حبيب او قريب او شخص عايز يردعلك ويصالحك. وشاف نجاح مهني واموال بفضل الله. وشاف في هاي الاموار رح تنسيك شريك. نردسي. وشاف هتخرج من علاقة سامة. وشاف للبعض هنا اه عرض ارتباط او زواد منكم من شخص. شاف هنا بسم الله الكاشف ناس تدخل حياتك هتأثر عليك اه بالخير. وبتكون سبب في نقلك لمكان عالي لشغلك. شاف هنا المبتعدين في تخاطر او تواصل روحي ما بينكم. بسم الله الكاشف. شاف هنا للبعض اه المبتعد عن الشريك بعد جسدي او روحي رغم انكم في مكان واحد يجمعكم. بسم الله الكاشف. اه يعني انا شاف وقت شغف للشريك او علاقة زودية وهذا بسبب السحر. بسبب السحر. شاف هنا للعزاب رجوع علاقة او ارتباط من شخص يعني قريب وشاف للبعض ماضي هينقفل وانت هتكون صاحب القرار. شاف هنا ناس قطعوك ورجع لك تاني. وعندك يد مساعدة او سداد بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف. هزا توقعات. برد ادلو اخواتي في الله نشوف رسالتك يا برد ادلو بتقول لك ايه? بسم الله الكاشف. فضلا ما ليس امر اخواتي في الله كثيرا بينسا يدعم الفيديو باللاقي احبابي في الله. ادعم الفيديو باللاقي وان كنت لم تشترك فيها القناة فلاشترك في القناة. دعواتك عند ربنا مش نسيها ابدا. واللي تعبك هيدوق قهرك عن قريب. دعواتك عند ربنا مش نسيها ابدا. واللي تعبك هيدوق قهرك عن قريب. واكثر من كراءة صورة الزاريات بفضل الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم بشرني كما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة اسرار العالم الروحان. ولنك اه ستعلق لصندوق الوصف لعلاد السحر والمس العلادات والحسب لصندوق الوصف اخواتي في الله.